وسط حضور رسمي وشعبي افتتحت السلطات المحلية في محافظة أبيان مشروع المياه النظيفة الخاص بحي الطميسي في مديرية زنجبار بعد إنهاء العمل فيه وتجهيزه من قبل مؤسسات محلية من كل من محافظتي حضر موت وأبيان سرنا اليوم بحضور مع الأقوى في المؤسسة البادية وعبر الشريكم المحلي مؤسسة رؤية المستقبل لإفتتاح بئر عثمان بن عفان التي ساهم فيها فاعل خير عبر مؤسسة البادية الخيرية محافظة حضر موت وشاكري لهم تدخلهم في هذا الجانب في هذا الحي الفقير الذي كان يحتاج للماء بشكل عاقل بحسب القائمين على المشروع فإن مدة العمل استغرقت أكثر من شهرين تم خلالها حفر البئر الارتوازي وربطه بخزان خاص بتوزيع المياه إلى جانب مده بمنظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية العمل فيه وعدم تأثره بالانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي هذا المشروع بدأ في شهر مايو نحن الآن أكثر من شهرين في هذا المشروع المشروع جاء تلبية الاحتياج الكبير الذي تعانيه هذه المجرية من المياه وجاء تلبية التصورات والدراسات والمعاناة التي يعانيها أهالي هذا الحي المبارك حي الطميتي طبعا المشروع هذا إن شاء الله تعالى هو أعبار عن حفر البئر 90 متر وأيضا الخزان بورجي وأيضا طاقة شمسية من أجل استمرارية المياه وجود المشروع الخدمي في أكثر أحياء المديرية فقرا وحرمانا من الخدمات سيتيح لأكثر من 500 أسرة فقيرة إمكانية الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب وسينهي عقودا من المعاناة ظلوا خلالها بعيدين عن أنظار المعنيين حتى مع تزايد انتشار الأمراض أوساط المواطنين المقيمين في الحي الفقير والمفتقر لأبسط الخدمات الضرورية شكرا شكرا